مرحبا حبايا بالتلاميذ وياكم ستابرين وعلمة مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي من مدرسة الإمام علي العراقية الألمانية في ذيقار حبايا ببعثنا تعرفنا بدار السابق على جمع العشرات وطرح العشرات درسنا هذا اليوم هو جمع عددين من مرتبتين حتى 99 راح نجمع الأعداد متكونة من مرتبتين اللي هي الأحد والعشرات للأعداد حتى 99 فكرة الدرس لهذا اليوم أجمع العداد حتى 99 من دون إعادة تسمية ونوضح أنه عادة تسمية أنه ما راح يجمع الآحد مع الآحد ما راح يحبر عدنا العدد عشرة راح يكون دون العدد عشرة المفردات اللي راح نستعملها لهذا اليوم هي الجمع اللي هي عملية الجمع والآحد المرتبة الأولى والعشرات اللي هي المرتبة الثانية بالعدد المتكون من مرتبتين جمع عددين من مرتبتين حتى 99 راح نتعرف على فقراتنا لهذا اليوم أول فقرة هي فقرة أتعلم اللحظ هنا أنا بالصورة عدنا مجموعة من الكتب على موزعة على الرف الأول والرف الثاني على الرف الأول اثنان وثلاثون كتابا اثنان وثلاثون كتابا وعلى الرف الثاني خمسة وعشرون كتابا ما مجموعة الكتب ما مجموعة الكتب عدنا بالرف الأول اثنان وثلاثون كتابا فلاحظ هنا راح نمثل العددين باستعمال خانة الأحد وخانة العشرات أول عدد عندنا اثنان وثلاثون يعني اثنان أحد وثلاث عشرات العدد الثاني خمسة أحد واثنان عشرات خمسة وعشرون اثنان وثلاثون لاحظ هنا اثنان وثلاثون زائد خمسة وعشرون راح نجمع حبايبي انتبه وياك اللي نجمع عددين المرتبتين راح نجمع الاحاد مع الاحاد والعشرات مع العشرات شون يعني الاحاد مع الاحاد راح نجمع اول شي الوحدات اللي هي بالعدد الاول بالعدد الاول كانت عدنا اثنان وبالعدد الثاني خمسة فجمعنا الاحاد اثنان مع الاحاد مات العدد الثاني اللي خمسة صارت عدنا الاحاد هنا لاحظ جمعناهم سوية صار عندنا سبع بالخطوة الوراها راح نجمع العشرات مات العدد الاول اللي هي ثلاث عشرات مع عشرات العدد الثاني راح ينطيني خمس عشرات خمس عشرات اذا بالصورة النهائية صار عندي صار عندي سبع احد والعشرات خمسة اذا خلينا نطبق هذا على الاعداد متكونة من احد وعشرات انتبهوا اياي هنا للناتج النهائي اثنان وثلاثون زائد خمسة وعشرون نستوين هنا جمعنا الاحد اثنان زائد خمسة شنسوي العدد الكبير بقلبنا اللي هو الخمسة ونضيف عليه الاثنان ستة سبعة راح نجمع العشرات مع العشرات اللي هي العدد الثاني ثلاثة زائد اثنان ثلاثة شي جينا وراها نضيف عليه اثنان اربعة خمسة فصار عندنا العدد ثلاثة وخمسون اتقل حبابي الفقرة اتأكد والفقرة رقم واحد راح نستعمل جدول بخانة الاحد مع خانة العشرات مع الاستعانة بمكعبات العشرة ومكعب الوحدات ونجد ناتج الجمع العدد اول واحد اللي منطينا اياه نانا حبابي بثلاثة وعشرون زائد اربعة فثلاثة احد وعشرون عشرات زائد اربعة فقط اربعة احد فلاحظوا اياه هنا نشرح نجمع شون راح نجمع طريقة الجمع ثلاثة زائد اربعة نجمع الاحد مع الاحد سبعة نجي الى مرتبة العشرات عدنا بها فقط اثنان هنا انا هاي العشرات عدنا فارغة ما بيها فمن نجمع هشرح ينطيني فقط الاثنان فقط الاثنان يعني اثنان زاء الصفر من المرتبة العشرات الثانية ما عدنا مرتبة باعتبارها صفر فصار عدنا العدد اثنان اذا جمع ثلاثة زائد اربعة سبعة واثنان زاء الصفر اثنان اذا مجموح العدد سبعة وعشرون ننتقل حبايبي المن الى العدد الثاني اللي هو اثنان وثلاثون زاء الثلاثة بنفس الطريقة الحلية نجمع الاحد مع الاحد والعشرات مع العشرات هنا عدنا ايضا العشرات صفر هاي اريدكم تحلول إياها يا حلوين راح ننتقل للعدد الثالث العدد الثالث هنا عدنا العدد ستة عشر زاء ثلاثة واربعون ستة احد وعشرة واحد بالعشرات وثلاثة احد والاربعة عشرات ثلاثة واربعون حبايبي راح نجمع ستة زاء الثلاثة ستة نبقيها بقلبنا ونضيفها لها ثلاثة سبعة طلع اصابيعنا طبعا ستة بقلبنا ونطلع ثلاثة من اصابيع ننضيفهم على ستة سبعة ثمانية تسعة العشرات واحد زائد اربعة العدد الكبير نبقي بقلبنا ونضيف عليه الواحد ينطينا العدد خمسة فصار عدنا مجموحهم هو العدد تسعة وخمسون اما العدد الاخر العدد اخر عدد عددنا واحد وخمسون زائد اربعة عشر بنفس هذه الطريقة حليت لكم نفس نجمع احاد مع احاد والعشرات مع العشرات هنا عدنا مرتبتين مع مرتبتين ايضا اريدكم نجمع الواحد زائد اربعة الاحاد والخمس زائد واحد العشرات حبايبين ننتقل للصفحة الاخرى وفقرة احول ايضا رح نستعمل خانة الاحاد مع العشرات باستعمال مكعبات العشر ومكعبات المفردة يعني احنا اذا نقدر نحسب باصاب يعني او نستعمل مكعبات او نستعمل مجموعة الاقلام كما تعلمنا في الدروس السابقة وننتقل هنا الى العدد الاول اللي هو ثلاثة وتسعون زائد تسعة بقين هنا نفصل العدد كمرتبة احد وعشرات تعلمنا انه مرتبة الاحاد هي اول عدد ثلاثة وتسعة عشرات تسعون زائد ستة هنا ما عدنا عشرات يعني العشرات شنو العشرات هنا عدنا يعني صفر رح نجمع يا حلوين ثلاثة زائد ستة العدد الكبير بقلب اللي هو الستة ونضيف عليه ثلاثة سبعة ثمانية تسعة تسعة زائد صفر هنا ينطيني العدد تسعة هي تسعة وضفت عليها الصفور تبقى فقط التسعة نفس الطريقة رح نحل باقي الاعداد اربعون زائد خمسة شنو رح نكتب الاربعون صفر احد صفر احد والاربعة عشرات شنو رح نكتب الخمسة الخمسة نكتبها فقط هي بمرتبة الاحد وراح تجمعون لاحد مع الاحد والعشرات مع العشرات وكذلك الاعداد واحد وستون زائد اربعة وثلاثون نكتبها بخانة الاحد والعشرات واحد وستون واربعة وثلاثون ونجمعها خمسة وعشرون زائد اربعة وسبعون وعيضا رح نجمعهم هاي شنو رح نتعرف على كيف نجمع الاحد والعشرات تريدكم تجمعوا لي اياها واتطلعوا لناتج عملية الجمع ننتقل للفقرة الاخرى اللي هي الشنو الجمع الافقي هذا عدنا جمع عمودي جمع بالصورة العمودية هنا عدنا جمع افقي لاحظوا شون نجمع جمع افقي 44 44 زا 34 نجمع الاخر مع الاخر هاي الاخر المرتبة الاولى 4 زا 3 الاولى 7 الاربعة الثانية مرتبة العشرات 14 زا 13 17 نقرأ العدد الأولى 4 زاد 4 ثمانية نجمع العشرات 15 زاد هنا نصفر عشرات مع عدنا مرتبة ثانية ينطينا العدد 58 مطلوب من عدنا حل 15 زاد 62 بنفس الطريقة نجمع أحد مع أحد مراتب الأولى مع الأولى والمرتبة الثانية مع الثانية اللي هي مرتبة العشرات فقرر رقم ثلاثة أحوط عبارة الجمع التي لها أكبر مجموع من دون إجراء الجمع بدون ما نجرى عملية الجمع نحوط يعني عبارة الجمع اللي إليها أكبر مجموع شو نعرف اللي أكبر مجموع أكبر مجموع اللي هو أكبر مجموعة عشرات نشوف من هو أكبر عدد عدديا عشرات بدون ما نجمع المجموع مثلا هستعدنا 23 زائد 15 المن ننتبه للعشرات اللي هي هنانا عدنا 2 وهنا 1 13 يعني 30 هنانا عدنا هنا عدنا 30 وهنانا العشرات 2 و 1 أيضا 30 هنانا عدنا 3 و 2 عشرات 50 وهكذا نشوف شن مجموعة العشرات من خلال مجموعة العشرات أعرف شنو هو أكبار عدد فاش راح نسوي نحوض العدد اللي يحتوي أكبر مجموع أما فقرات أفاكر حبايبي 40 زائد 20 نجمع 1 مع 1 صفر 0 زائد صفر صفر والعشرات مع العشرات 4 زائد 2 6 نفس الطريقة نحل 51 زائد 22 زائد 12 1 مع 1 و 10 مع 10 أخبر قصة تمثل صيد أسماك من نهر دجلة مستعملا إذن العددين 21 و 18 و أجد المجموعة نكتب هنا العدد 21 زائد 18 زائد 18 راح نجمع أحان مع الأحاد 1 زائد 89 و 2 زائد 1 3 إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم حبايبي التلامير اللي هو عملية جمع حتى 99 نجمع أحاد مع أحاد و عشرات مع عشرات إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم ألتقيكم في درس آخر مع السلام خلصب أحاد Pie خلاص بجول الارشة أضبق